السلام عليكم و اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مني انا حميد كيالي على قناة سيلفي سبورت اليوم رح نحكي عن مباراة برشلونة و غرناطة اسمحوا لي اتقمص بين قوسين شخصية الكابتن حمد عواد و نعمل حلقة سيلفي برشلونة عن المباراة الكبيرة اللي عاملة برشلونة والريمونتادة اللي عاد فيها امام غرناطة قبل المباراة تقريبا ما كان حدا متوقع بهي القوة انه غرناطة يقدر ينافس ويعزب برشلونة لكن لما شفنا احداث المباراة غرناطة وعمل واحدة من اكبر المفاجآت حتى الدايئة 88 قبل عودة برشلونة لما نشوف تشكيلة برشلونة بنفهم كلها انه فعلا رسالة واضحة من رونالد كومن واللعبين للجميع انه انا هاي البطولة هي اللي بدي اقاتل عليها هي الاقرب للتحقيق هي اللي تقريبا من ايدي هي اللي اذا برشلونة كان بيومه صعب واحد من الفرق ال8 او الاربع هلأ اللي بقيوا انه ياخذ البطولة من برشلونة ولكن لانه برشلونة ليس في افضل حالاته اضطر ينزل بال11 لعب الاساسي على رأسهم ترشتيكن وعلى رأسهم ميسي مباراة خروج المغلوب دائما بتعطي 50 ب50 فرص للفريق الاوي ولا الفريق الضعيف لانه مباراة واحدة ممكن الفريق الضعيف يقدم افضل شي ممكن يقدمه مثل ما عمل غرناطة واخذ المباراة للدائية 88 ولو كان صمد كمان دائتين او 3 كان ممكن يحقق اكبر مفاجأة ويطلع برشلونة من البطولة اللي هي بتحس اقرب لاله حاليا من اي شي تاني فبرشلونة نزل بال11 لعب الاساسيين وحاول انه ما يعطي بجال لغرناطة انه يعمل اي مفاجأة ولكن المفاجأة حدست بعد خطأ بين بوسكتز وين ام تيتي ام تيتي اللي قدم 3 ا4 مباريات على سوية عالية جدا وكان تقريبا واحد من نجوم برشلونة بالمباريات الماضية والناس كلها اعتقدت انه البيكساب رجع مرة تانية وهو فعلا رجع لمستوى ولكن مباراة سيئة لهذا اللاعب مقبولة انا بالنسبة لالي اذا رجعنا شفنا تحسن مرة تانية لأم تيتي خطأ بين بوسكتز وام تيتي بيستغلوا غرناطة بيسجل الهدف الاول وبيخلي الضغط كله على برشلونة الشوط الاول برشلونة كان بشكل عام جيد جدا فيه ولكن ما قدر يوصل لهدف التعادل اللي كان رح يريحه كتير مع دخول على الشوط التاني بالشوط التاني بالوقت اللي الجميع اعتقد انه برشلونة كان رح يضغط ورح يسجل هدف التعادل لانه هذا المنطق وهذا الطبيعي سطأ تاني من دفاع برشلونة وخاصة من ام تيتي بيستغلوا سلسة سلداده بينفرد وجها اللي وجه امام تيرش تيجين بيستجل هدف التاني وبيخلي المباراة تروح على مفترق طرق يعني انا شخصيا بيعي لحظك نت عم بشوف المباراة قلت هاي المباراة اذا بيرجع فيها برشلونة مرة تانية احتمال كتير كبير انه تكون انطلاقة الموسم المباراة اللي بتغيرلك شكل الموسم بصراحة يعني لانه 2-0 امام غرناطة وانت مالك سيء ابدا اخطاء فردية بس خلتك تتأخر بهدفين امام غرناطة اذا قدرت ترجع رح تكون انطلاقة وردة فعل نفسية كتير كبيرة يعني وقلت اذا برشلونة ما قدر يرجع لنهاية المباراة بصراحة يعني بدت تكون فترة كتير صعبة على برشلونة لانه لا بالشامبيونزليج مؤهل ولا بالدوري مؤهل وطلع من الكائس وطلع من السوبر يعني صار حاله بيشبه شوي حال ريال مدريد بالفترة الحالية لكن برشلونة فعلا رجع يعني انا اكتر شي حبيته ببرشلونة حتى الداية 90 خاصة انه كان بيقاتل على كل كرة هاي الروح من زمان ما شفناها ببرشلونة هاي الرغبة انه انا لازم اثبت نفسي عند كل اللاعبين تقريبا من برحل 11 لاعب كلهم كانوا بيقدموا شي كتير كبير ببرشلونة رجعوني لبرشلونة ايان زمان فبالدقية 88 ببرشلونة بيسجل هدف بالدقية 92 بيسجل الهدف التعادل والكرتين كان جريزمان ومسي من المسؤولين عنهن الاول التمرير الطولية القطرية اللي متعود مسي يلعبها لقلبها هاي المرة لجريزمان اللي يسجل الهدف والتاني نفس الشي لا جريزمان ولكن جريزمان ما سدد بشكل مباشر الهدف ريح الكرة لقلبها اللي يسجل هدف التعادل غير ناطا نهار طبعا هادا الطبيعي انك انت 2-0 لدقية 88 بتحس انه انت بقلك يعني عضة كوساية متل ما بنقول لحني ورح تاخد المباراة ورح يطلع برشلونة هوائز ببرشلونة بينطفض وبيجيب التعادل بالاشواط الاضافية بتشبه نفس الاشواط الاضافية للعب ريار مدريد واتلتيكو مدريد بنهاية الشامبيونز مع اختلاف البطولة والاسماء يعني خلص اتلتيكو كان متقدم واحد صفر لدية 93 نهار تماما برشلونة سجل هدف ولكن القدر مرة تانية اعاد غير ناطا الى المباراة وخلاي سجل هدف التعادل من ضرب الجزاء ثم برشلونة سجل هدفين عن طريق ديوم وقلبه وأخذ البطاقة المؤهلة مباراة دراماتيكية ريمونتادة كتير حلوة بس خلينا نحكي بقى هلأ شوي بتفاصيل عن اهم لاعبين برشلونة بهاي المباراة امتيتي متل ما ذكرت بضمن حديثي قدى مباراة سيئة جدا ولكن بشكل عام مع روخه كانوا الاثنين ثابتين بالمباراة الثلاثة الاربعة اللي لعبوها انا بفضل انه لسه امتيتي يرجع ياخد الفرصة لانه هلأ حرق امتيتي مرة تانية على الدكة في سبيل انه ينزل لون بلاي بسبب خطأ او خطائن ارتكبهم بهاي المباراة يعني راح يحترق اللاعب تقريبا لنهاية الموسم وانت ما كنت مصدق انه انت رجع لاعب من لاعبيك اللي هنه كتير بعض عن مستوههم لمستوه او لبعض من مستوه فالافضل هلأ انه انت تتعامل معه بطريقة نفسية جيدة وتخليه هو على ارض ملعب بجانب اراقه قلبا هذا الظهير اللي كان عصري جدا يعني كان دائما واحد بينه وبين مارسيلو هنه افضل ظهيرين على الاطلاق بالعالم يعني بالفترة اللي لعبوا فيها وبالفترة اللي كانت محتد المنافسة بين برشلونة وبين ريال مدريد قلبا كتير كان بعيدا مستوه بالسنتين الاخيرات وتقريبا بكل ريمونتادة كان تصير مع برشلونة كان دائما قلبا هو واحد من الناس اللي اثر او ساعد في هير ريمونتادة على فريقه يعني لكن بالفترة الاخيرة بصراحة قلبا رجع لكتير جزء كبير من المستوى اللاعب دفاعيا جيد هجوميا اكتر من مرة حكيت انه ما عم بيكتفي فقط بدوره على الخط اللاعب صار في عنده ادوار جديدة عم بيروح على منطقة الجزاء عم بيكون دائما اللاعب زيادة ومبعا عم بيكتفي باستلام الكرات القطرية من ميسي وتوزيعها بالعرض لا عم بيروح هو وعم بيسجل الاهداف لاعب بالروح تبعيته حاليا عم بتساعد كتير برشلونة لانه برشلونة محتاج هدول اللاعبين اللي عندهم هدا الاصرار وعندهم هاي الروح وعندهم هاي الرغبة انه هن يغيروا الواقع لواقع اجمل يعني ديونج وبدري الاثنين بصراحة شعلت نشاط بالمباراة وبمباراة برشلونة بالفترة الماضية يعني هدول اللاعبين يعني هن رمانة الميزان لبرشلونة اللاعبين اللي بتشوفهم اول اثنين بيضغطوا بالهجوم وبتشوفهم اول اثنين بيرتدوا الاثنين بتشوفهم اول اثنين عم بيحاولوا يستخدصوا الكرة عندهم حلول فردية كتير على الكرة وحلول جماعية مع الفريق دمبلي بالسرعة مرة تانية بيكون عنصر كتير مهم تزديدته على العرضة كانت مرعبة يعني بصراحة طبعا جريزمان كان انا برأي عريس الليلة يعني لانه ميسي نحن دائما بنعطيه الكردت ودائما بنعتبره افضل لاعب العالم بس جريزمان يعني اللي صلنا زمان ما حكينا عنه اشياء حلوة يعني مباراة كان لاعب مؤثر جدا بمنظومة برشلونة وبيرمونتادة برشلونة يعني ان كان بيصناعته الاهداف ان كان بتسجيله الهدفين كان بيروحوا على ارض الملعب ان كان بتواجده دائما كاقرب لاعب لاستلام الكرة من اي لاعب من برشلونة لاعب بيفضي نفسه بالمساحات لاعب دائما بيحاول يساعد فريقه لما يكون محتاجه بالدفاع بخط الوسط وبالهجوم فجريزمان بصراحة قدم يمكن المباراة اللي مثل برشلونة انا برأي ممكن تكون انطلاقته الحقيقية لانه هاي اول مباراة مع برشلونة منذ انضمامه لالو جريزمان بيسجل هدفين وبيصنع هدفين بمباراة واحدة هاي ارقام كان متعود يعمل مع تلتيكو بادريد ولكن مع برشلونة هو كتير بعيد عن ارقامه الحقيقية وعن مستو منختم الكلام بمسي اللي كل مرة بتضغطه اكتر بيطلع اكتر وبينوور اكتر وبيعطيك اشياء على ارض الملعب مهمة جدا بصراحة الهدفين التعادل او الهدف الاول وهدف التعادل بالوقت الاصلي للمباراة مسي كان هو المسؤول عنهم بشكل مباشر يعني اللعب كان واضح انه بارض الملعب عم بيحاول كان ما بده يعني كان واضح انه ما بده يخسر هاي المباراة كنت بتحس ان هاي المباراة هي القشة اللي ممكن تترك مسي ببرشلونة او او تخليه فعلا ياخد قرار الخروج لانه الخروج بموسم صفري هو مية بالمية خروج مسي من برشلونة فكان عبي قاتل انه لعله وعسى نعمل شي حتى نهاية الموسم المطلوب انه يحافظوا على مسي يعني على الاقل نفسيا داخل غرف الملابس لانه الواضح انه هو عم ينطعن من كل مكان من جوا برشلونة يعني وعم نحكي هون على قصة تسريب عقده بعد كل المشاكل اللي صارت معه بنهاية الموسم الماضي وبداية هذا الموسم انتصار مهم جدا لبرشلونة عنده مباراة كتير مهمة يوم الاحد امام ريال بيتيس الفوز فيه رح يثبت اقدامه اكتر بالمركز التاني ورح يخلينا فعلا ويخلي برشلونة يعيش افضل فترة لاله منذ قدوم رونالد كومن بعد صيف ناري وملتهب كان مليء بالمشاكل لهون الحلقة بتوصل لنهايته بشوفك ان شاء الله الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته